الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار أما بعد فأهلا و سهلا بكم أخواني الكرام و أخواتي الكريمات حياكم الله في هذا البرنامج برنامج صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث التي وردت في الجامع الصحيح المختصر من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى نتناول شرح هذه المعاني التي يبردت في الأحاديث و كذلك نذكر أهم الفوائد و الدرر التي جاءت في هذه الأحاديث و لا ننسى أن نذكر بعض مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة و التسليم و التي جاءت في هذه الأحاديث أخواني الكرام و أخواتي الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيام رمضان و الحج فقال رجل الحج و صيام رمضان فقال لا صيام رمضان و الحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا و سهلا بكم أخواني الكرام و أخواتي الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل و بعد أن استمعنا لهذا الحديث و لا نزال معكم في شرح كتاب صحيح لإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك و تعالى و كنا قد وصلنا في شرح أحاديث كتاب الإيمان و هذا الحديث حديث أبو هريرة أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء في باب بني الإسلام على خمس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيام رمضان و الحج فقال رجل الحج و صيام رمضان فقال لا صيام رمضان و الحج يعني أنظر إلى دقة الصحابة الجليل ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أخواني الكرام أخوات الكريمات هذا الحديث حديث عظيم و هو عليه مدار الإسلام كما يقول أهل العلم هذا الحديث يبين لنا أهمية أركان الإسلام التي أمرنا الله بها تبارك و تعالى هذا الحديث يبين فيه النبي الكريم صلى الله عليه و سلم حقيقة الإسلام و دعائم الإسلام و أركان الإسلام أرأيتم البيت كيف يكون له دعائم و يكون له أركان و لو سقط ركن من هذه الأركان و هذه الدعائم ماذا يحدث يسقط هكذا هو الإسلام هكذا هو الدين هكذا هي شريعة الله عز وجل ينبغي للمرء المسلم أن يحافظ و أن يأتي بهذه الأركان التي أمرنا بها ربنا عز وجل و أكدها نبينا الحبيب المصطفى محمد صلوات الله و سلامه عليه قال الإمام النووي رحمه الله و تعالى في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم قال هذا الحديث أو إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين و عليه اعتماده و قد جمع أركانه أما منزلت هذا الحديث أخواني الكرام و أخوة الكريمات فيقول أنه الإمام النووي رحمه الله و تعالى يقول إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين و عليه اعتماده و قد جمع أركانه يعني دلالة على أن لا يصح إسلام العبد إلا أن يأتي بتوحيد الله عز وجل شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و أن يحافظ على الصلاة يأتي بها و يحافظ على و يأتي بحج بيث الله الحرام على الأقل مرة واحدة في العمر و الصيام كذلك يؤدي الزكاة ما معنى الإسلام و ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الإسلام هو الاستسلام يا عبد الله أن تستسلم أن تنقاد إلى أوامر و طاعات الله سبحانه و تعالى تنقاد لله عز وجل بالطاعة و الإخلاص و البراءة من الشرك و أهل الشرك و العياذ بالله بني الإسلام على خمس و جاء في رواية و بني على خمسة أيضا أي خمسة دعائم خمسة أركان و كذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله و في رواية شهادة اللا إله إلا الله و أن محمد رسول الله يعني هو المقصود يعني واحد و هو توحيد الله عز وجل و إذا أتيت بتوحيد الله عز وجل فلا بد من طاعة الله عز وجل و طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى لفظ الحديث أن يوحد الله عز وجل هذا دليل على أن الرسل قد جاءت في التوحيد و ختم الله عز وجل الرسل برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم و الذي أكد على توحيد الله عز وجل انظروا إلى كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تنبه المرء و الإنسان و المسلم على أهمية توحيد الله عز وجل و على أهمية طاعة الله عز وجل و على أهمية الاتيان بالتوحيد الألوهية و هو يسميه العلماء توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فكان معروفا عند الكفار كفار قريش و غيرهم يعرفون أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت لكنهم يشركون بالله عز وجل و يستغيثون بغير الله من الأصنام و الأوثان و غير ذلك و هذا ما تفعله بعض الملل و النحل و الضالة التي ظلت عن هذا الدين العظيم لذلك لا بد من توحيد الله عز وجل أن تعترف بأن الله عز وجل هو الذي ينبغي أن تخلص له العبادة وحده إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تخلص العبادة لله سبحانه و تعالى أيضا في هذا الحديث أهمية الصلاة فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أهمية إقامة الصلاة أن تقيمها بشروطها و أركانها و يصليها الرجل جماعة في المسجد كما أمرنا بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم و يحافظ على الإتيان بها بأوقاتها و بخشوعها و كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم و إتاء الزكاة يجب أن تؤدي حق الله عز وجل في هذا المال الذي رزقك به الله عز وجل سواء من المال النقد أو إذا كانت عندك زراعة و خضار و فاكهة و غير ذلك من هذه الأشياء التي تزرع و كذلك إذا كان عندك الأنعام الأنعام أيضا لها زكاة و طبعا تؤدي الزكاة إذا حال عليك الحول كما ذكر أهل العلم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم و الحج أيضا الحج فريضة على كل مسلم و مسلمة إن استطاع إليها سبيلا و كذلك قال رجل و كذلك الصيام صيام شهر رمضان المبارك في شهر رمضان تمسك عن الطعام و الشراب من طروع الفجر إلى غروب الشمس و تحافظ على هذا الصيام و تصوم الصيام الذي أمرنا به ربنا عز وجل و نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن الحكمة هي تقوى الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا و إياكم للمحافظة على أركان و دعائم الإسلام و أن لا نتخلى عن شيئا من هذه الأركان حتى نكون من أهل الإسلام و أهل الدين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة